جيل وطني شاب عقولهم مطوقة بابداعات وابتكارات تقنية وآيديهم تتخاطب مع التكنولوجيا الحديثة والعلوم بلغة الصناعة والابتكار فوجدت مسابقة مختبر الجدران المتساقطة بيئة خصبة لنمو طاقاتهم وقدراتهم حيث تنظم المسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية فحقيقة الفكرة من المسابقة هي إنه كيف تكسر قدار مشكلة قائمة في كل المجالات المجالات الاقتصادية المجالات التقنية المجالات العلمية وشبابنا ما شاء الله عليهم مبدعين والأفضل من هذا إنه صرنا يمكن الدولة رقم اثنين على مستوى العالم في عدد الأفكار الابتكارية التي تتنافس في هذه الفعالية العالمية المشروع المشارك فيه هو عبارة عن استغلال نفايات النخيل من مشروع المليون نخلة ودمجه مع مخلفات البكتيرية من الصرف الصحي وخلطها مع مواد كيميائية معينة للحصول على غاز صديق للبيئة وهو الميثان وكذلك لتوليد الطاقة طبعا ومن ثم الحصول على فرترايزر اللي هو الأسميدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أعلنت نتائج المسابقة وتأهل ثلاثة مشاريع لمسابقة مختبر الجدران المتسابقة في جمهورية ألمان الاتحادية وهذه المشاريع مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الخرف في المراحل المبكرة ومشروع كسر جدران تحسين غاز الميثان ومشروع كسر جدار الحرارة الضائعة في الخلايا الشمسية فكرة البرنامج هي الوصول إلى الخرف في المراحل المبكرة لأن الخرف العادة نوصل إليه في وقات متأخرة لذلك حياة المريض تكون أصعب ففكرة البرنامج هي الوصول إلى التشخيص في فترات مبكرة مشروعه هو تصميم جديد ينقض حياة النوص من الغرق بيكون فيه سنسرات أجهزة استشعارية مثلاً أول شيء بنستعمل في إطلاق الشمسية مع رؤية عمان 20-40 وهالجهاز مصمم يعني للجهات المختصة مثلاً شرطات عمان السلطانية أو اللي يشتغلون مثلاً داخل البحار المسابقة تهدف إلى عرض كفاءات الجيل القادم من الباحثين المتميزين في سلطنة عمان وشغفهم وتنوع مجالاتهم وربط مواهب ناشية وكبار المبدعين واكتشاف وتطوير الباحثين المتميزين وإقامة حوار متعدد التخصصات في الدعم والتعاون الدولي وتطوير طرق جديدة للاتصال العلمي وبناء شبكات قوية ومستدامة المسابقة توفر بيئة خصبة للباحثين وطلبة العمانيين لسقل مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم وتمكينها من خلال الأدوات المستخدمة يوسف بن سعيد الرواحي مسقط